الخبر التالي ايضا يعني خبر داخلي خارجي مصر بقين صدر عوزات الخارجية النهاردة ارحبت بجهود لجنة ستة زائد ستة اللي هي المشتركة المشكلة من مجلس النواب الاعلى للدولة مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة في ليبيا دول طرفين حضرتكم عارفين انه هم كانوا طرفين مختلفين وشكلوا لجنة ستة زائد ستة بهدف اعداد القوانين القاصة بالانتخابات الليبية وده امر خد وقت طويل وفوضات طويلة جدا لكن انتهى الامر الى تشكيل اللجنة وده يعني حسب مصر اللي هو تم طبعا في المملكة المغربية ومصر ثمنت في بيانة وزرعة خارجية صدافة المملكة المغربية الشقيقة لهذه الجولة من اعمال اللجنة واضاف البيان انه مصر تشجع كل من المجلسين النواب والاعلى للدولة الليبيين على مواصلة الاطلاع بالدور المنوط بهما وفقا لصلاحيتهما في اتفاق السخيرات بما يهدف الى استفاق جميع الاطر اللازمة لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في اقرب وقت في ليبيا تحقيق الاطلاعات الشعب الليبي اشقيق وتدعو مصر حسب البيان جميع الاطراف المخارطة في الازمة الليبية الى دعم هذه الجهود اتصاقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل الليبي هي صاحبة الحل وباعتبار ولايتها مستمدة من المؤسسات الشرعية الليبية تحقيقا للهدف المنشود وعودة الاستقرار الى ليبيا الشقيقة وتحقيق طموحات شعبها كمان احنا بنقول ده بنشرح اكتر الليجان دي احنا تعرفين مصر كان فيها اللجنة الامنية خمسة زائد خمسة وعندها يعني شاركت في كل مراحل حل ومحارط حل الازمة الليبية وبالتالي ده ايضا مش مجرد بيانات بتصدر ده بيدي اشارات لكل الاطراف الليبية الداخلية اطراف الاقليمية اطراف العربية اطراف الدولية ان هزا هزي الجهود اللي وصلت لها لجنة ستة زائد ستة اه مدعومة من عديد من الدول ومنهم الجارة الاكبر مصر الجارة الشرقية الليبيا واللي هي واحد من الفعالين الرئيسيين المهمين في ليبيا اللي هو طول الوقت بيهدف الى وحدة ليبيا وحدة اراضيها وحدة السيادة على الاراضي الليبية وايضا التوافق الشعب الليبي على طريقة حكمه ومن يحكمه في انتخابات حرة بالتالي البيانات اللي زي دي يا جماعة بتبقى شيء مهم لانها بتدعم جهود دولية وبتخلي حتى بعض لو في اطراف ما هنا او هناك مترددين في دعم اه يعني تخطوا من النوع ده او انجاز من هذا النوع انهم لما يلاقوا دول كبيرة ومهمة زي مصر بتدعموا بهذا الشكل بينحازوا الليه كل ده بيصبوا فين برضو في النهاية في مصلحة الشعب اللي ليه لانيقاف الاقتتال والبدء في اه اصلاح الاحوال داخل ليبيا والاتفاق على اه الانتخابات وقوانينها ده امر بيخلي اه ليبيا في النهاية اه دولة طبيعية الشعب الليبي يخرج من يعني الازمة اللي دخلها عام 2011 حتى اليوم 12 سنة لم تنتهي بعد الشعب الليبي من حقه كاي شعب في العالم واي شعب عربي شقيقي من يعيش بامان واستقرار وحق تقدمه يعادة اعمار لبلده ويتمتع بخيراتها وايضا يكون له كل الحرية في اختيار من يحكمه وفقا لقواعد متفق عليها في الدستور اللي تم التوافق على بنوده وايضا في قوانين الانتخابات